اشتركوا في القناة زبدة رمضان أيها السادة والسيدات أيام قليلة ويغادر ناشها الرمضان فلم يبقى منه إلا القليل والإنسان مطلوب منه أن يعمل ويجد ويكدح وكأنه آخر رمضان يعيشه هي فرص لا بد من اغتنامها وإلا فإن الإنسان سيندموا ساعة لا ينفع الندم وهو يقول رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت ونحن الآن في العشر الأواخر من هذا الشهر المبارك والمطلوب منا فيها ما كان يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يجد ويجتهد ويعمل فيها ما لا يعمله في غيرها فهو يشد المئزر ويحيي الليل يعني الليل كله ويوقظ أهله وهذا الاجتهاد يتجلى في الاكتار من الأعمال الصالحة وتقليل النوم وكذا البعد عن عن الآثام وعندما نتحدث عن الليالي العشر فهذا الأمر لا يخصها فيجب أن يكون نهار هذه العشر كليلها أن يلتزم الإنسان لعمل الصالح 24 ساعة على 24 ساعة إن هذا الشعر مع الشر المؤمن والمؤمنات أشبه ما يكون بالسباق فعندما يبدأ السباق عادة يتحمس الجميع ويتنافس الجميع ولكنه سرعان ما تبدأ التعترات فيظهر من بين المتسابقين من يتخلع وهذا النوع لم يحقق شيئا يعتز به لأنه رضي من الغنيمة بالإياب وهناك من يكافح ويكمل ولكنه على وتيرة تقيلة جدا فلا يصل من بين الأوائل وهناك من يشمر ويكدح ويجد فيسجل من بين الصفوف الأولى وقد يكون هو الفائز بالجائزة والسابق في الدرجة وهذا النوع هو الذي ربح واستغل هذا الشهر المبارك إذا المطلوب منا هو الزيادة كنا نعمل ولكن الآن يجب أن نضيف ونزيد الزيادة أولا في القيام من قام رمضان إيمان واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه الزيادة من قراءة القرآن شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن أذل الناس وبينات من الهدى والفرقان الزيادة في فعل الخيرات مهما كان شكلها ومهما كان نوعها وطبيعتها ثم كذلك الزيادة في الدعاء وليكتر الإنسان من طلب القبول والإخلاص من الله سبحانه وتعالى وليكتر من طلب العتق من النار وليكتر من طلب الدرجات العلا من الجنة وعلى رأسي هذا الدعاء الدعاء المأثور في حديث أم المؤمن عيش رضي الله عنها اللهم إنك عفون تحب العفو فاعفوا عني وقد تحدث أخذ أحد الشيوخ الفضلاء وهو السيد ماهر المعيقلي رحمه رضي الله عنه إمام الحرم المكي عندما اقترح لنا في عجالة ما معناه أن الإنسان يجب أن يجتهد في هذه العشر الأواخر أولا بالصدقة وأن يتصدق ولو بخمسة دراهم إذا لم يستطع فبدرها من واحد كل يوم وفي كل ليلة على وجه الخصوص فإذا أدرك ليلة القدري كان كمن ظل وبات يتصدق لمدة أربع وتمانين سنة وأربعة شهور ثانيا أن يجتهد ما أمكن في الحد الأدنى من القيام وهو ركعتان في كل ليلة ولا ينقص ولا ينقص عنها أي شيء فإن فعل ذلك كان كمن يقوم أمام الله سبحانه وتعالى متبتلا عابدا مصليا لما يزيد عن أربع وتمانين سنة وإن زاد فهو خير الله ثم من ذلك الأعمال طيبة المباركة أن يقرأ سورة الإخلاص في كل ليلة على الأقل ثلاثة ثلاثة مرات ومن زاد فقد ضاعف الربح ومن فعل ذلك كان كمن بات يتلو هذه السورة الكريمة وكل تلوتها ثلاثة مرات يعدل تلت القرآن كان كمن ظل يقرأها للمدة التي ذكرناها وهكذا فشمروا يا أهل الخير وجدوا يا أهل الفضل فهي نفحات الله وموسم الطاعات وموسم القربات وموسم استباق الخيرات اللهم يرحم الراحمين بارك لنا في هذا الشهر واعنا على طاعتك وعبادتك واخفر لنا ذنوبنا واعتق فيه رقابنا واجعلنا فيه من الفائزين بجاه نبيك المصطفى ورسولك المجتبع آمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين